السلام عليكم و انا شكري و هعمل معكم النهاردة فترت الجلاش باللحمة المفرومة والبهرات شايفين شكلها و منظرة جميلة جدا 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 و طعمها احلى من شكلها زي ما بنقول و ان شاء الله اتجربوها و هتعجبكم على بركة الله نبتد الشغل عندي هنا بصلايا مفرومة و فلفل الوان عندي 200 جرام لحمة مفرومة نية عندي هنا البهرات معلقة الفلسود معلقة ببريكة اللي هو الفلفل البرد نص بلحة كوستطيب معلقة كوركم و شوية ملح ده اللي عندي كله هنخش على النار دلوقتي و نشوف هنعمله ازاي معلقة السمنة او معلقة الزيت بتاعتك هتحطيه على النار تسخن اهم حاجة لازم تسخن السمنة او الزيت اللي انت على حسب ما بتطبخي اهوت سخنة معلقة السمنة بتاعتنا هنزل باللحمة الناية بتاعت المفرومة عليها و ده حاجة مهمة اذا اكد عليها الناس و هي بتحصج اللحمة بتنزل بالبصل الاول وبعدين وراع اللحم كده غلط الاول اللحمة اللحمة ما بتنزل على الطاصة السخنة بتتأفل المسام بتاعت اللحمة فما بتنزلش المياه بتاعتها بتفضل محتفظة بميتها وبالقملة الغذائية بتاعتها انما لو نزلت على البصلة بتنزل على طاصة برده فبتنزل المياه بتاعتها اهو انت بتستنى انما المياه تنشف بس بتبقى جلد اللحمة بتبقى جلد اللحمة بتبقى جلد اللحمة تنزل على طاصة سخنة و ايديك فيها على طول تقليب كده لحد ملونها يغير كلها يبقى كده تمام اهو بحاجات الصغارة لتأخذ بالكم منها في الاكل اكيد كلكوا عارفين الكلام ده بس انا شفت ناس كتير بتحط البصل الاول في تعصيج اللحمة اهو اتنقلب فيها لحد ملونها يتغير خالص يبقى كده كلها زي ما بنقول ايه اتشوحت في الزمن زي ما نشايفين على طول هنزل بالبصلة بتاعتي بصلة مفرومة عادية خالص مضربة في الكبه معمولة على المبشرة وما اعطها على ايدك ايه زي ما انت عايزها بصلة مفرومة نزلنا عليها على اللحمة وهنبدأ نقلبها مع بعضها لحمة تاخد رحة البصلة وتشرب من مية البصلة اهه وبنقلب لحد ملونها بيغير اهه دي عندي البهارات بتاعتي نبعيب بحط البهارات تاخد تقليبها في السمنة او الزيت كده تتحمر مرحتها تطلع بيبقى طعمها احلى في الاكل اعطت البهارات اللي عندي كلها اهيت وهنقلب اللحمة بالبصل والبهارات ومش احط عليها حاجة تانية لما شم رحة البهارات اللي انا حطيتها انها اتحمرت في السمنة اه اقلب خالص واستنى رحة البهارات اما تطلع كوركم اللي احطينه بيدي لها طعم الكوركم اللي هو طعمه مميز جدا ولونه مميز طبعا بيشتغل كدير في الاكل الهندي وفي الاكل بتاعنا برضو بيشتغل بس له طعم حلو في الاكل هو جوست الطيب منقلب الخليط وقعد كده هحط الفلفل ما عندك اش فلفل الوان يبقى فلفل اخضر بس شغل ما فيش حاجة سعنا بنلون في الخلطة مش اكتر من كده وهنبدأ نقلب الخليط على بعضه ولو عندك قرن فلفل حرق يبقى ده تمام التمام يعني اقود هنقلب الخليط في بعضه كويس ونسيبه يدبل على النار مع نفسه كده مع النار نهد عليه النار ونسيبه يدبل وينشف خالص اهو كده تمام هنطلع بره ونسيبه ونشوف عندنا اي تاني عنده نص كبات سمنة ونص كبات لبن حطتهم على بعض ومسخنوا مع النار نص كبات سمنة ونص كبات لبن عنده لفة جلاش اهيت افك واخد منها ورقتين احطهم في الارضية بتاعة الصناي وانه بتاع اشتغل به ورقته صغيرة هي الزهراء وهدهن الارضية بتاعته بالسمنة واللبن بالسخن ادهن براحتك وبالذات الجوانب والطروف ادهن ادهن هيتطر الفطيرة ويخليها طعم اخذ ورقتين ايه اللفة كلها 10 ورقات اشتغل ورقتين على جنب جال اشتغل بهم الصنايب الاخر ايه 10 ورقات اربع ورقات اثنين واثنين واثنين ورقتين اخذ ورقتين ورقتين وهرجع ادهن بردو تاني الدهن بتاعي اه بلين كويس ده هو ده التطعيم بتاع الفطيرة ورقتين تانيين اهومت بردو لو هتحسبوها كده لانه بالزبط اللفة تمانية في الصناية واثنين جنبي اهومت هقفل بهم ويش الصناية وهذهن بردو كويس واكد على الحروف عشان ارسم الصناية تطلع الصناية مدورة معي ما تطلعش نقصة تدويض اهومت ماخد ورقتين ورقتين بسيطة خالص وسهلة خالص والموضوع بسيط فعلا يعني بيقولوا زمان ان فلانا نفسها كويس في الاكل وليس حاجة اسمها نفس كويس في الاكل اللي بيهتم بالاكل بيطلع كويس اللي بيديله اهتمامه ويعمل اللي عليه في موضوع الاكل بيطلع كويس هو ده النفس اللي انا اعرفه ان ما نفس كويس يعني ايه نفس كويس ما لاش تفسير تفسير الوحيد انك تهتم بالحاجة اللي انت بتعمليها وتدي لها التطعيم بتاعها اللي هو يمشي معه اهو وحطت اخر ورقتين عندي وبادهن الصينية بتاعتي من كل الجوانب اجيب الخلطة اللي انا عملتها الخلطة دي ممكن تكون فراخ ممكن تكون سجوء ممكن تحط زي ما انت عايزة ما همكش الصينية دي انت عارفينها النماء مقاس تلاتين واللي حطته فيها ديت متين جرام لحمة بالزبط ايه وبصلاية وثلاثة فلفلات واحدة حمراء واحدة خضر واحدة بردقاني ده اللي موجود والكم على الابهرات اللي احنا حطناه نشف نهم خلص على النار هواد نشف نهم خلص على النار او بوزحهم في الصينية بتاعتي وهبدأ ان انا اقفل عليها وان شاء الله هتجربوا الصينية ديت هتعجبكم اوي 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 ان هي فعلا طعمها حلو وطرية جوسي كده مليانة ميا كده مليانة طرية كده سايل من بتاع اللحمة والسمنة واللبن طعمها فعلا جميل جميل فعلا اهواد بنقفل الصينية تروف تحتها او نغطي الوش بتاعها اهواد اهواد ونقفل الطروف متعدقة وزي ما قلنا ما فيش حاجة اسمها نفس في حاجة اسمها نهتم بالحاجة اللي احنا بنعملها ونديلها حقها في الشغل بتاعها مش اكتر من كده وما اعتقدش ان فيه حد بيعمل حاجة باهتمام هتطلع واحشة مش ممكن اهواد هنبدأ ندهن الوش تاني اهواد باللبن وسامنا السخنين اهواد زي ما انت شايفين بنسقيهم عشان ما ينشفوش ان الصينية ده هتطلع طرية يعني الصينية تقول لاش هتطلع طرية مش نشف اهواد عند الورقتين اللي انا اشيلتهم قبل كده هوت هقفل بيهم وش الصينية اهواد زي ما قلت لكم النوع ده ورقته صغيرة فماكملش الصينية في انواع تانا كنت اشتغلت بيها ورقتها كبيرة وخفيفة ده ورقته صغيرة وتقيلة اهواد ابدأ اقفل مدى صبعك من تحت اقدر ارفع الفطيرة من تحت خالص سأتيها على الارض اهواد ودخلي الطرف تحتها واثبط اللفة بتحتها اهواد هنا نفس الموضوع ما تخافش ما فيش حاجة تحصل مدى صبعك اقفل الفطيرة خالص وحطي طرف الجلاش عليها من تحت عشان تمسك الفطيرة ببعضها ايواد اتحافظ على اللفة بتاع الفطيرة برده موضوع صحيح وبسيط خالص اقفل الجلاش وحطي طريقة اللحمة اللي عندك المفرومين وهو خلصة الليلة على كده اقفل اقفل طبعها جميلة وشكلها جميل جدا تنفعل الغداء اقفل العشاء شوية صلاطة جنبها شوية شربة جنبها خلاص عندنا اليوم اقفل واللمام الوش بتاعها باللبن والسمنة بتاعتنا اللي قلنا بيطري الصمهي اه هم تشايفين ادهن براحتك ما تخافش من حاجة ما تخافش من حاجة هي نص نص كبات سمنة ونص كبات لبن وكده الفرن على طول على مئة وتمانين درجة في الصناف والنص هتطلع من الفرن هيت بتطلع ماشفة من الفرن اول ما تطلع طول وهي سخنة بقم دهنة تاني بالدهن بتاعنا اللي هو السمنة واللبن اه ادهنة ما تخافش اه بدي طعم وتراوة الفطيرة اه اللي هو السمنة نص كبات لبن نص كبات لبن نص كبات لبن ونص كبات لبن وهلما يوم الفطيرة بتاعنا وكده خلاص متشكلين خلاص الموضوع هنغطيها خمس دقيق وبعد كده هنشوف ايه اللي هي عصر اه بقت زي المية طريق خالص هيت سبتها هما اطرت وبردت شو عشان اعرف هم تسكها وهتطلعها قدامكم تشوفوا شكلها ايه ها المسكة نفسها هيت زي ما تشايفين تشوفوا خالص وشكلها جميل فعلا مش محتاجها كلام والله ها والحشو بقعشة زي ما انت عايزه لحمة فراخ لنشن اللي انت عايزها حطيه جبن اللي انت عايزها حطيه اللي انت عايزها حطيه ها خضار بس جذر مع فلفل مع بصل ويتلف مع بعضه بيبقى طعمه جميل قوي ويتحشب نقطع حتة نشوف شكلها من جوه والدنيا عمل ايه معها هيت مطعم حتة منها ونشوف شكلها طرية وجميلة فعلا بشكلها حلو وطعمها جميل بالامانة والله طعمها فعلا جميل عود هنطلع حتة نشوفها ما شاء الله زي الفل حشو بتاعها عود وطرية وجوزة كلها طرية شربة وطرية تشعر وطرية وطرية شكلها حلو ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا لان هي مفيش فيها حاجة مثل ما قلنا نهتم شوية وان شاء الله هتطلع زي الفلين اشتركوا في القناة واشتركوا في القناة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة